اشتركوا في القناة والبرامج والفعاليات وأكد سموه على همية لعبة رفع الأثقال باعتبارها واحدة من الألعاب الأولمبية والتي تستقطب اهتمام الكثير من الرياضيين والمتابعين الأمر الذي دفع لتعزيز الاهتمام بهذه الرياضة وتطويرها في المملكة من خلال الجهود التي يقوم بها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال ومن بينها استضافة البطولة الآسيوية لرفع الأثقال التي ستحتضنها مملكة البحرين على أرض المملكة بشهر أكتوبر المقبل معاكدا سموه اهتمام المملكة بتعزيز التعاون الثنائي مع الاتحاد الدولي بما يسهم في الارتقاء باللعبة وتطويرها ومن جانبه أعرب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على حصن الضيافة وحفاوة الاستقبال مشيدا بالجهود التي تبدلها مملكة البحرين في دعم ورعاية لعبة رفع الأثقال متمنيا لمملكة البحرين واتحاد رفع الأثقال المزيد من التوفيق والنجاح المزيد من التوفيقات المترجمات لك في القناة